النتائج القاسية التي تركتها عملية تل أبيب البطولية على الاحتلال الإسرائيلي لم تقتصر على فداحة النتائج الميدانية فقط بل أثارت أيضا سجالا بشأن الدور الذي أدته وسائل الإعلام الإسرائيلية في بث الذعر والفوضى في إطار تنفسها على الصبق الصحافي الخوف والهلع ليس خطة عمل أناشد وسائل الإعلام أيضا التحلي بالمسئولية ورباطة الجأش وعدم بث الخوف غير الضروري لدى الجمهور ما حدث ليس برنامج واقع بل الأمر يتعلق بحياتنا العملية البطولية بنتائجها وسياقها ودلالاتها أثرت موجة انتقادات وتبادل اتهامات بشأن المسئولية عن الفشل الميداني والإعلامي بين الأجهزة الأمنية من جهة ووسائل الإعلام من جهة ثانية الجيش الإسرائيلي الشباك والشرطة أرسلوا اليوم برسالة إلى الهيئات العلامية التي غطت الحدث وانتقدوا فيها بشدة شكل التغطية التي تحولت إلى نوع من برامج الواقع من دون رقابة ومن دون نقد ذاتي لست مرتاحا للتغطية الإعلامية لكنني لست مرتاحا أيضا من توبيخ الأجهزة الأمنية لأن وسائل الإعلام ليست المسؤولة عن الارتباك الكبير الذي ساد بل كان على الشرطة أن تدير الأمر ترددات ما عده مراقبون لا أخلاقية التغطية الإعلامية وصلت إلى الهيئة الرسمية المشرفة على الإعلام الإسرائيلي التي عقدت جلسة طارئة لبحث ما وصفته الهيئة بالتغطية الإعلامية الضارة وذلك في أعقاب آلاف الشكاوى التي وردت من أن التغطية الإعلامية زادت من الفوضى والشعور بفقدان الأمن الشخصي وسط الجمهور وفي ضوء الانتقادات للقنوات التلفزيونية وتهامها بأنها عملت على السعي وراء رفع نسبة المشاهدة وعدم احترام عائلات قتلى وجرح الهجوم فضلا عن عرضها صور المصابين بالصدمة وهم يحاولون الفرار من ساحة العملية ترجمة نانسي قنقر